دور الكابتن محمود الخطيب رئيس بعثة النادي الاهلي ودور المسئولية بقى الكابتن محمود الخطيب اللي دايما في الوقات الصعبة بتلاقيه من متواجد مع بعثة النادي الاهلي كان متواجد كرئيس للبعثة في بطولة الدوحة وكان ايضا متواجد في الامارات لكن ما كانش رئيس البعثة كان المهندس خالد مرتجي كان مرافق للبعثة وكان متواجد معهم كل لحظة ولحظة كابتن محمود الخطيب بيكون بدوره كنجم كبير للنادي الأهلي كلاعب سابق في النادي الأهلي كخبرات كبيرة في النادي الأهلي سواء لاعباً أو إدارياً ورئيساً للنادي الأهلي كابتل محمود الخطيب بيقعد مع اللاعبين وبيتكلم معاهم وعقد جلسات في الساعات الماضية مع الفريق شفنا مبارح كابتل محمود الخطيب وهو بيتحدث مع اللاعبين بكل وضوح عن أهمية هذه المشاركة العالمية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي مشدداً على أهمية بداية مشوار الفريق بالبطولة والأداء بمنتهى القوة وإحراز نتيجة طيبة تدفع الأهلي إلى الدور التالي إن شاء الله في المنديال شفنا الكابتل محمود الخطيب وهو بيكلم لعب النادي الأهلي على أهمية لقاء بكرة أمام أوكلان سيتي وهو بيؤكد على ضربة البداية زي ما احنا شايفين الصور اللي قدام حضراتكم معروضة دلوقتي وهو بيسلم على لعبة النادي الأهلي الأب مع أبنائه هي دي الروح شايفين محمد مجد أفشا شايفين ياسر إبراهيم محمد فخري ومن قبلهم أحمد عبدالقادر محمود كهربا كل اللعيبة بيرسي تاو اللي راجع بنقول له حمد الله على السلامة هي دي الروح وهي دي الرسالة اللي أكيد وصلت للعبي النادي الأهلي من أول ما كابتل محمود الخطيب حط رجله في الطيارة الرسالة وصلت للعيبة ودور اللعيبة الكبار داخل فرية النادي الأهلي إزاي ننقل الخبرات للعيبة اللي موجودة معانا الصغيرة اللي هتلعب أول مرة كاس عامة مقندية ولللعيبة كمان اللي موجودة لعبة البطلتين السابقتين وقدروا يحاول برونزية فيهم ترجمة نانسي قنقر